السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين خياتي أحبابتي مرحبا بكم في قناتي وصفات متنوعة وعلى طريقتي خاصة اليوم جبت لكم وصفة ابنينة بزف هذه الوصفة هذه عبارة عن خبيزات محشيين باللحم المرحي أو اللحم المفروم وجبتها لكم أيضا بواحد لصوص سنشوفها مع بعض أنا مطلوش عليكم نرحوك بنشوف المقادير وطريقة التهدير بالنسبة للعجينة عندي كاس انتع الحليب يكون دافع الكاس 250 مليلي لتر وعندي هنا ملعقة كبيرة انتع خميرة الخبس وملعقة كبيرة انتع السكر العادي وعندي ملعقة صغيرة انتع الملح وعندي أيضا هنا زوج حبة البيض رح نستعمل البيض يعني حنديرهم في العجينة والصفر نحتفظوا بهم في الآخر وعندي أيضا 6 ملاعق انتع زيت الزيتون وعندي أيضا ملعقة كبيرة تعال جنجلان اللي هو اختياري وعندي أيضا الفارينة حوالي ثلث كيسة يعني في كاس حليب رح ندير ثلث كيسة فارينة نشوفوا الطريق التحضير اختيت هنا هنا فرغت هذا الحليب يكون دافع اضفت ملعقة كبيرة انتع خميرة الخبز حوالي 15 قرم وملعقة كبيرة انتع سكر العادي حوالي 20 قرم نخلطوهم عابات حتى التحنار خميرة ومن بعد رح نضيف اه تنين بايد انتع البيض يعني كما قلت لكم البيض نستعملهم في العجينة والصفار نحتفضوا بهم باش نخدموا بهم هاد لصوص اللي رح ندهنوا بها الخبزة التعنا رح نضيفو هنا تلت ملاعق انتع زيت الزيتون نضيفوهم في البداية ونزيدو نخلطو ونضيفو هنا الملح هذي كل 10 قرامات او ملعقة صغيرة ونخلطو هنا اضفت ملعقة كبيرة انتع جنجلان ولكن اختياري كما قلت لكم يعني ما تصور ليش ولكن اضفت هنا ملعقة كبيرة انتع جنجلان واضفت هنا الفارينا يعني حوالي 3 كيسان يعني في كاس حليب خدالي 3 كقوس انتع الفارينا نكون مغربلا بينسوه وهنا اضفت 3 ملاعق اخرى انتع زيت الزيتون يعني ولو 6 ملاعق 3 استعملناهم داخل عجينة و3 ملاعق كبار استعملناهم في الاخير ونعودوا يعني نسقموا كامل عجينة ونضخلوا كامل هذه الزيت في العجينة وبعد ندهنوا الصحن ونضعوا هذه العجينات خمر نغطوها بفيلم اليمونتا او كيس بلاستيكي او غيلاف شفاف ونغطوها ايضا بطرشونة او سربيتا ونضعوها تخمر في غرضها عندي هنا من 200 قرام الى 300 قرام اللحم مفروم عندي بصلة صغيرة تكون قطعة عندي ايضا هنا زجف صوص يكونوا كبار عندي هنا جزارة يعني مسكربجا في الرقيق كامل تكون صغيرة الجزارة هذيك يعني وعندي هنا ايضا حبابيد وعندي هنا كمشا نتعلم عدنوس حوالي 2 ملعقة كبار وعندي البهارات عندي ملعقة صغيرة تعفل في الاحمر وملعقة صغيرة تعكمون ربع ملعقة صغيرة تعزنجبيل ونصف ملعقة صغيرة تعفل في الأسود وعندي ايضا نصف ملعقة صغيرة تعزعيطرة وعندي شوية تع الملح حوالي نصف ملعقة صغيرة تعزع الملح يعني الملح تقدروا ان تنقصوا يعني على هذيك نصف ملعقة يعني تموت الدوق تعكم هنا ايضا عندي 50 قرام او كومش تعجوب المبشور وعندي 3 ملاعق كبار تعزع اي الخبز يكون محمص ومرحي وعندي ايضا تلت ملاعق انتع زيت الزيتون هذه هما المكونات انتع الحشو نروح لطريقة التحضير اخديت هنا الصحن نفرغ كل مكونات يعني ندير هنا هذك اللحم المرحي ونضيف هذيك البصلة المسكرفجة ولا تكون مقطعة قطعة صغيرة وراح نضيف ايضا التوم اما مقطعين قطعة صغيرة ونضيف ايضا الجزارة قطعة صغيرة ومسكرفجة ونضيف هنا كمشا انتع المعدن وسيكون قطعة صغيرة ونضيف ايضا كمشا انتع جبن مبشور يعني اي جبن عندكم ونضيف تلت ملاعق انتع ملاعق يكونوا كبار انتع واضبت البهارات ونضيف هنا تلت ملاعق كبار انتع زيت الزيتون ونخلطوها هكذا مع بعض وبينسو راح نزيدو نكسروا ديك الحبان تعالبيد نخلطوهم ملاح مع بعض ندخلو كم المكونات ببعضهم ونخلوها بجاه يعني مبعد نروحو لحاجة اخرى كما راكوا تشوفو هنا ندخل ملاح المكونات ونحطوها بجاه يعني نشوفو حاجة اخرى دقوشو هنديرو حنحضرو هاد لاصوس خديت هنا اس ملاعق كبار يعني تاع اكل انتع لاصوس يعني اصير انتع طماطم زائد اس ملاعق كبار انتع كريمة سائلة خاصة بالطبخ ونضيف هنا تلت ملاعق كبار انتع زيت الزيتون وراح نضيف اثنين صافر انتع البيض كما راكوا تشوفو ونخلطوه كل مع بعض ونضيفو شوية انتع الملح يعني وتقدروا تانيك تزيدو الشيء في الاسود وتانيك نخلطوها هاكذا الملاع ونحطوها بجاه ايضا ونروحو نشوفو حاجة اخرى اللي هي العجينة كما راكوا تشوفو هنا نحضروه كامل هاد ونحطوهم بجاه العجينة بعد ما خمرت كما راكوا تشوفو اندي غازيها كامل نحبط كامل هادو كل الغازات كما نقولو احنا وانبعد راح نشكل كوريات صغيرة يكونوا متساويين تقدروا احنا تستعملوا الميزان نحطوه يعني كوريات يكونوا صغار وانتوما تحبو تحطوه متوسطين متوسطين حتى الفيونداشي ايضا نديروهم كوريات يعني عدد الكوريات انتع اللحم المرحي راح تكون نفس عدد الكوريات انتع العجينة على خاطر كل عجينة راح نستعمل يعني في قلبها هادو الكريه شوفو انا خديت المول هنا يكون مدهون خديت هنا عجينة بسطها ود backstage من المفروم مزعات ونغلقها مليح هاي دا يا ايه ونعاود نكورها ونحطها يعني في السنوا هديك او في هداك المول يعني هنا الكوريات يعني شوفو هوي게 حد تخرج لكم ديروا السنوا ع 2016 وندد هذه قدام هذه كما راكو تشوفون اخديت العجينة شوفوها نعاود لكم كما راكو تشوفون خديت العاجينة شوفوهم نبسط هاي مليح كما راك تشوفوا ناخد عجينة ندير كورية نغلقها مليح نكورها وندير هذي قدام هذي حتى نكملوا كامل عجينة كما راك تشوفوا الفرن راو يسخن على مئة وثمانين درجة مئوية يسخن من خمستاش إلى عشرين دقيقة هنا رايحين بون قبل قبل هاد شي راحو خطوة خطوة باش ما خلط هالكمش كما راك تشوفوا نبصوا العجينة نديروا كورية تعلح المفروم هادك السبب ن Eliot نكورها وندير هذي قدام هذه المهم سينوا تكون يعني كيفش نقولوا العجينة اللي عندنا هذيك هالك ا Renault ontity او هذه الكوريات ديروا الموجة لعساب محص 나가ول دائريات قدروا مربعة المهم يعني ديروا المالتعكو المتعكو ليرفضلكم كامل عجينة هذي كما راك تشوفوا نضيف نصف لاصوس المتبقية 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 نقسم لكم طرف كما راكو تشوفو ونديرو هنا يا فصح نتقديم شبحتو يعني بهادوك الطماطم الصغر تعليسو غيز هادوك يعني الشكل تعليسو غيز هادوك هادوك الطماطم الصغيرة كامل يستعملوها في السلاطات وكامل وزوتانيك زينتها بالمعدنس وزينتها بالزيت والاسود انتم ما تزيين هنا اختياري نعود لكم الكوشة شوفوا الكوشة قطلكم تسخون من 15-20 دقيقة ومن بعد نحطوه المول هادوك الكوريات والمول تاني كما اخطلكم استعمل المول على حساب الكوريات انتع العجينة اللي تكون عندكم ومن بعد نحطوه في الواسط هي الطيبة وما الموكل شوح 30 دقيقة ابي بري انتم ما شوفوش حق طيب لكم ولكن في نصطياب خرجوا هادوك القالب ولهادوك المول كملوا لاصوس اللي عندكم يعني لاصوس هادوك النصف الاول ديروها في البداية دهنوا بها الخبيزات والنصف الثاني يعني في نصطياب تكملوا هادي كلاسوس متبقية ودخلوها طيب 15 دقيقة اخرى ومن بعد اكدو بلي ريطابة زيدوا حمروها كما راوك تشوفو هنا رح نقسم لكم الطرف وراحين تشوفو كيف شغرجتك شوفو هنا يا جوبنا هاداك وشوفو كيف نقسم لكم يعني شوفو هنا اللحم كشراويبان والبناء ولا ارواح اذا وشنقو الخياتي احباباتي اتمنى ان شاء الله هاد الوصفة هادي تعجبكم انتمنى ان شاء الله تشتركوا في قناتي وتعطوني رأيكم في التعاليق اذا فالخياتي وشنقلكم انقلكم شهية طيبة فرجة ممتعة للفيديو تهلوا في روحتيكم وانتلاقوا ان شاء الله في وصفات جديدة بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته